مرحبه معكم كوتش نينو تمرين اليوم جدا مناسب للناس اللي تحب تلعب تمارين الصباحيه سدوني هالتمرين اللعبوه حتى قبل ما يروحوا الولاد على المدرسه قبل ما تروحي على الشغل بعد ما تبعت الولاد على المدرسه هذا التمرين جدا رائع ومناسب جدا للمبتدين عباره عن تمارين بسيطه راح ترفع الحرق بجسمي بشكل كبير وكذلك راح تساعدك على تحريك كامل المفاصل وتقويت اربط المفاصل يلا نبدأ مع بعض راح نعمل هذا التمرين 30 عدي راح ناخد اجري على جنب اخد ايدي على نفس الجنب اللي عم باخد عليه الاجر نحرك الخواصر يب واحد اثنين ثلاثي اربع اربع خمس ستي سبع تماني تسع رابع عشرة داش ماش تلتطاش اربطاش خمستاش خمستاش ستاش والله العد اصعب بالتمرين تمام عشرين اخر عشرة راح عد بقلبي راح نريح شوي ايدينا نشتغل التمرين اللي بعد اخدوا نفاص يمكن تشربوا موي بهذا الوقت ناخد اكسجين راح نساعد اكثر على رفع نسبة حرق الدهون بالجسم يلا التمرين اللي بعدو راح نرفع اجرينا ايدينا في الاعلى راح ناخد تحت الاجر واحد اثنين ثلاثي اربع خمسي ستي سبع تماني تسع عشرة ممتاز كمان ستاش واحد ايساعدني بالعب برافو اخر عشرة ممتاز معا نسا التنفس الشادين عضلات البطن فرديلك وايك فرديلك ايديك اخر ثلاثي اثنين واحد ممتاز رايح الينا كمان نمشي بالمكان راح تحسوا ان كمان تسرع دقات القلب هذا الشيء احنا اللي بدنا خدوا نفاص ممتاز كثير منيه تمام هلا راح ارجع اجري لورا حركة دي واحد دائرة كبيرة اثنين ثلاثي اربع خمسي ستي ممتاز برافو برافو عشرة تماني احركوا يديكن دائرة كاملي عشان نحرك كله حين الكتف مفصل الكتف كامل عضلات الضهر ممتاز كثير منيه اخر عشرة تسعة تماني سبعة ستي خمسي برافو واحد يس برافو عليكم رايح يحلينا شوي كمان ناخذ نفاص شان يرتاحوا ايدينا راح ننتقل للاجري اول شي ناخذ نفاص كثير منيح كمان تكون شربوا مي راح يشرب انا كمان ثابت تماني اللي بعدو راح نفتح حجرينا يكون المشطل الخارج راح ننزل على الارض ننزل على الارض ننزل لتحت ونعمل يمين الافضل نلق الكوع بالركبي فاذا انتو مثلا كثير حاسين وصعب الموضوع عليكم ممكن تنزله شوي صغيري وتميلي ونطلع لفور تمام يلا نشتغل مع بعض واحد اتنين برافو ثلاثي خلي ظهرك مستقيم اربعة خمسي ستة سبعة اثماني تسعة اشبه 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 برافو ماش تلتتاش اربتاش برافو عليكم خمستاش اشبه 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 احبه اشبه 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 تمام لا تاستغل اصبğ اشبه اشبه مسه اخر اربعه ثلاثي اثنين اه قسه ضل اثنين برافو ضل اثنين يس برافو عليكم ممتاز دو بجرينا شوي شوي نرجع نمشي ناخد نرفس كل ما طرحنا سانيكسيد الكربون اكتر من الجسم كل ما رح نحقق استفاده اكتر من ناحية حرق الدمان تمام يلا تمنيني لبعده رح نرجع اجري لورا واعمل حركه هاي لقدام تبهم ما تعملي لهيك لا نرجع لورا مع الاجر نرجع نطلع لقدام اوكي يلا نبلش مع بعض واحد اثنين ثلاثي اربع خمس ست سبع تماني تسع عشر ممتازم داشر اثناشر راح فوح ليكي ثلاثي اربعة راح اخر اربعة صغف اثنين واحد ياس برافو ناهد نفس ممتاز كتير ميح برافو عليكم يلا راح نفتح اجرينا شوي راح نمشي نعمل ايدينا بشكل دائره يمين ويسار عادي شي كتير راح يقدي لدوران منطقه اللوسط بشكل كتير كبير تمام طبع راح نحرك الكتاف كمان لس راح نحرك اجرينا يلا جاهزين بليش مع بعض واحد اثنين ثلاث عارض خمس خلي دائره كامل ست سبه تماني تسع عشر بلاش يجعون ايدي برافو برافو واو اربع و عشرين خمس و عشرين ثلاثين ياس واو اكيد حسيتوا اللي انا حسيتوا قديت حرك لوح الكتاف الخواصر الايدين بشكل كتير كبير نرايحهم شوي تمام نرجع للاجرين لابين ما يرتاحوا ايدينا نرجع الاجرين هلا بنا نعمل سكوات بس راح يكون المشط لقدام وبعدين راح نلق الكوع بالركبة راح نشتغل عضلات اسف البطن الظهر والاجرين يدينا هون راح ننزل سكوات لورا نطلع اللق يسع يلا واحد اثنين ثلاثة اربع شهيق زفير خمس ست سبع تماني ممتاز خلي دقنيك مرفوعة ياس عشرة برافو عليك تسع ياس ممتاز آخر عشرة تسا ثماني ساو ستا كمسان بنا فسو دالي مشان تافه كي تفت بنا فسو رعب عليكم ممتاز بيح شوي ناخد نفس دائما وقت نرتاح خليكم عم تمشوا بالمكان لسببين اول شيء ما بل كتير دقات القلب تنزل والسبب التاني انه ما بصير نوقف لانه ضغط الدم عنا بيكون مرتفع فالعزم اول شيء نخفت من ضربات القلب لاحسن وقف فاذا وقفت وقصت ضغط الدم مرتفع ممكن الشيء سبب لي وجع راس دوخه مثل اعراض ارتفاع الضغط فضروري ننزل لقات القلب تمام ممتاز يلا تمرين اللي بعده سهل بس بدي فيه سرعه شوي اوكي يلا راح نرفع اليدين ناخد خطوي خطوي يمين وخطوي يسار تمام نشتغل يلا نبلش مع بعض واحد 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 وا برافو ممتاز برافو التمريدي لبعده بشبهه من نفس حركه الاجرين لك راح تحرك ايدينا الى الامام فراح تكون خطوي هيك ويسار مع السرع بالموضوع جاهزين ياري واحد اثنين ثلاثة اربة خمسة ستة سبعة تماني تسعة عشرة اخر عشرة تسعة تماني سبعة ستة خمسة اربة ثلاثة اثنين واحد ممتاز ناخد نفس برافو عليكم الى بهاي التمارين سريعه ممكن المدخنه او المدخن كمان يلاقوا صعوبه شوي بالتنفس لانه الرئتين عنكم ما عم يحسن يدخلو كميكاكي والاكسجين راح تنفسه بسرعه بسرعه وتتنفس بسرعه بس راح تحسه بتعب بصدريك بتعب بعضله القلب وقفت ضخامي يلا التمارين اللي بعده راح نفتح الايدين من جنيب قدام كمان راح يكون تمرين سرعه جاهزين مدى الايدين خليون هيك لبره يلا واحد اثنين ثلاثة اربة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اسرح اسرح يس نتنفس ما ننسى شادين عضلات البطن يس رابو ممتاز كمان اخر عشرة نسعة ممتاز كتير مني نعقد ننفس ننفس برافو عليكم تمام كتير مني راح ننزل شوي دقاط القلب بعدين راح ننزل على الارض نعمل تنبين للبطن ونكون خلصنا التمار راح ناخد شهير زفير ننزل شوي دقاط القلب برجع اتذكركم انه قلب نعمده بسرعه لانه جسم نعمده اكسجين فانا كل ما راح اخد اكسجين وسع ايديه وسع رائع ثاني واخد كميه كافي من اكسجين واطرح الزفير راح حس انه دقاط قلبي عمه تتباطئ وهذا دليل انه انا جسمي بلش يكتفى من الاكسجين والاكسجين هو بساعد انداد الطاقة للعضلات راح تحس ان تمارينك راح يصير افضل في افضل ياس هلا راجع اجي لورا شهير زفير هذا الاحساس الحلوه اللي احاصنه هو بساعد الارتفاع هرمون السعدي برافو ممتاز يلا تلاح على الارض نعمل التمرين الاخير راح نعملوا مع انكم مبتدئين ما راح نعملوا 30 عدي راح نعملوا 10 عدات نقسموا على 3 مجموعات اوكي فراح نتلاح على الارض شوي شوي هذا التمرين اصحاب الانفصال العضله انتبهوا ازا كنت اعملوا تكن تعملوا هيك اصحاب الانفصال العضله راسك على الارض و راح تعملي هيك الباقيين راح نفرت شوي اجرينا راح نعمل يمين يسار بهاي الطريقة رافع راسي تمام يار نجهز حالنا يلا واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ست سبع اثمان تسع عشرة ممتاز نرتاح شوي انتبهي لا تضغطي على رائبتك دايما الشد بيكون بعضلات هون العضلات العلوية العضلات المعدي بتحسي هون كتاب كيل مشدودي مو رائبتك كنين ما تعملي هيك تضغطي على رائبتك يلا نعيدوا مره ثاني جاهزين ما كتير راح نعمل يعني ناخد بريك مشان نظل محافظين على العضلي والضربات القلب يلا واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ست سبع ثماني تسع عشرة ممتاز ريح كمان راح نعملو تالت مره هلا ازا حسيت حالك مرتاحة بالتمرين ممكن تعملي قسة اربع مرات او خمس مرات يعني فينك قسة كمان تعملي مرتين يلا اخر مره راح نعملو مع بعض نحنا واحد اثنين ثلاثة اربع خمس ست سبع ثماني تسع عشرة ممتاز كتير منيح برافو عليكم خلاص تمرين تمرين حلو وبسيط سهل لكن صدقوني النتائج رائع الا راعطيكم نصيحه بس خلني عمل ستريتشن راعطيكم نصيحه مشان تحصلي على اكبر واسرع طريقه وافضل طريقه لحرق الدهون وبالسرع يعني طب الاجرين ناخد شهيق وزفير طبعا هي ضبت الاجرين ليش منعمله مشان نرخي عضلات البطن هايه وقت نضب اجرين هيك بتحسه يرتخط عضلات بطنك لذلك هي جدا مهمه خصوص اذا كنتم لعبين تمرين بطن ممتاز ناخد اجرين على اليمين وعلى اليسار هنعمل ستريتشن للخواصر لما تصل اتخذ مع الحوض ممتاز شهيق وزفير طبعا راح نطلع لفوق بس كيف ابدأ قوم هيك راح اقوم على جنب يعطيكن الف عافية حلوين طبعا نهاركن راح يكون مليء ومفعل بالحيويه والنشاط بهذا التمرين لكن اذا كان هدفكن انكن تحرقهم للدهون المخزني بالجسم فمن الافضل اتباع نظام غزائي منخفض بالسعرات وكذلك نظام السيام المتقطع ممكن تعملوا 14 ساعت سيام تاكله خلال 10 ساعات اذا كنت مبتدئه وممكن تعملوا 16 ساعات سيام ونخلي اكلنا خلال 8 ساعات اذا حبيتي انك تتقدم اكثر بالسيام المتقطع وخلال اوقات الطعام ماكل الوقت ناكل اما نقسم على وجبتين وسناك والافضل بصيره بدرجه متطوره تخليهم وجبتين بس فقط من دون سناك وجبتين بيناتهم وقت مثلا 8 ساعات باكل بتضل 8 ساعات بعدين باكل وجبتين تاني وانتهى الموضوع كانت معكم كوتشنينو اذا اول مرة بتتابعوني لا تنسوا تعملوا لي سبسرايب تبسو زر الجراز شعن يصلكون كل جديد لوفيو